أي جراحة في الدنيا بيبقى فيه احتمال ولو بسيط لحدوث مضاعفات فيها فهل المفروض أن الدكتور يقول المريض على المضاعفات المحتملة دي؟ ولا بلاش يخوفه من العملية؟ أهلا بيك وأنا الدكتور هشام عبدالباقي استشار جراحة العظام والمفاصل في جامعة عين شمس المضاعفات أمر وارد حدوثها مع أي جراحة مهما كانت بسيطة والمريض لازم يبقى عارف كويس قبل ما يتخذ قرار الجراحة أن فيه احتمال المضاعفات دي أنها تحصل لأن قرار الجراحة في الآخر لازم يشترك فيه المريض مع الجراحة أوقات بنشوف دكتورة بتقول بلاش نخوف المريض من العملية وبلاش نقوله على المضاعفات المحتملة لحسن نقلقه من الجراحة وده بيتعمل في الحقيقة بحسن نية ولكن للأسف ده بيعتبر خطأ من الناحية المهنية في الحقيقة الجراحة لازم يصرح المريض بعدة أمور قبل الجراحة حتى لو المريض ما سألش عليها أولا زي ما بيقوله على فائدة الجراحة لازم يقوله برضو على المضاعفات المحتملة من الجراحة والمضاعفات المحتملة ممكن تبقى كتير جدا بحيث أنه لا يتسع الوقت لذكرها كلها ولكن المطلوب من الجراحة أنه هو يذكر أكثرهم خطورة وأكثرهم شيوعا وأكثرهم تأثيرا على المريض ده بالتحديد يعني مثلا لو مريض عنده حصل له بعض العملية شوية تيبس في صابع إيديه فدي ممكن ما تبقاش مشكلة بالنسبة مثلا لعمل بناء ولكن لشخص تاني مثلا عايز في بيانو فدي تعتبر بالنسبة له مشكلة كبيرة ولما نتكلم على المضاعفات المحتملة من المهم برضو أن نحن نوضح حجمها بدون تهويل ولا تهوين بمعنى أننا لما نقول للمريض على واحدة من المضاعفات لازم برضو نذكر فرصة حدوث المضاعفات يقدئ يعني لما أقول للمريض أن فيه احتمال أن يحصل له التهاب في مكان الجراحة واسكت غير لما أقوله أن فيه احتمال أن يجيله التهاب ولكن الاحتمال بتاعه ده تقريبا 2% ولازم أقول للمريض برضو عن طرق علاج المضاعفات دي لو حصلت لقدر الله ومن الناحية التانية بلاش المريض نفسه يخوف نفسه بزيادة فأوقات بيكون فيه مريض متشائم مثلا فبيسألني إيه أوحش حاجة دكتور ممكن تحصل في الجراحة فبقوله أن الإجابة بالضبط زي الناس ألك إيه أوحش حاجة ممكن تحصل لك في العربية وإنت راجع بيتك النهاردة طبعا طريقة التفكير دي ممكن تخوفنا في حياتنا وتحرمنا من حاجات كتير عادية ومش خطيرة طب المريض برضو أوقات يقول أنه سمع أن فيه واحد عمل العملية دي وتعب جدا بعدها مثلا يعني وفي الحقيقة أن مشكلة الإنسان بصفة عامة أن الأخبار السيئة بتنتشر أكتر بكتير من الأخبار السعيدة واللي بتعتبر أخبار عادية ولا داع لذكرها يعني مثلا لو في طيارة عليها أربع ركاب وقعت في الغابات في البرازيل مثلا هتلاقي الخبر ده منتشر في كل وسائل الإعلامة ولكن في المقابل هل في حد جاب سيرة ألاف الطيارات اللي وصلت بسلام في نفس اليوم؟ طبعا لا وده بالضبط اللي بيحصل في الجراحات يعني لو المريض عمل عملية وحصلت له مشكلة فده من المتوقع طبعا أن قصته هتنتشر أكتر بكتير من مريض عمل عملية وتعافى بصورة طبعية ورجع بيته وخلاص ومن الحاجات المهمة اللي لازم يذكرها الجراح للمريض هي إيه البدائل المتاحة للجراحة غير العملية وليه هو الجراح بيفضل العملية بالنسبة للمريض ده؟ يعني لو مريض مثلا عنده خشونة متقدمة في ركبته وعنده تقوص في السقين فبنقوله أنه ممكن كبديل لجراحة المفصل الصناعي ممكن يستخدم مشاية في الحركة ولكن عيب الحكاية دي أنه يتخلي يأخذ مسكنات كتيرة وتضعف الحركة بتاعته وممكن دي تعمل ضعف في العظام والعضلات وممكن المسكنات يبقى لها عارات جانبية وبسبب المشاكل دي كلها إحنا علشان كده بنفضل أنه نعمل جراحة المفصل الصناعي طب هل المضاعفات دي بتبقى أخطاء طبية كان ممكن تجنبها؟ إحنا هنتكلم إن شاء الله على فيديو قادم على الموضوع ده بإذن الله مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية اشتركوا في القناة